وموضوع الأمان ده إيوة تفتكروا إنه هو كلمة كده وخلاص اللي هو أنا حاسة بالأمان لا أنا مش حاسة بالأمان الأمان ده ممكن تخلي حياتك كلها سعيدة كلها منورة وفيها قلوب وضحك وسعادة وعدم الأمان ممكن تفضلي تدوري عليه عمرك كله عمرك كله وفي الآخر ما تلاقيهوش فاللي بيلاقي الأمان يمسك فيه كده ويتبت لإن الأمان في الزمن ده بقى صعب قوي وبقى إحساس الواحد بيجري زي الدهب والألمس كده اللي هو إزاي ألاقي الأمان إزاي أتمسك بيه وإزاي أحافظ عليه لو أنا في حتة في حياتي مديني الأمان إزاي أحافظ عليها دكتور عامل أنت قلت إنه فيه بيوت كتير قوي متجاوزين بس مش متجاوزين الخرس الزواجي الصمت الزواجي الانفصال العاطفي والانفصال الروحي ما بين الاتنين النهاردة دي أكتر حاجة أنا بشوفها في المجتم سواء أنا بعملها في أبحاث ميدانية في أرض الواقع مش ما حدش قل ده كلام نظري دي الأبحاث وبتقول لنا كده سواء الحالات اللي احنا بنتعامل معها سواء الناس اللي بتتواصل معانا كاستشارة أو كمشكلة عندها وعايزة تحلها بصت أنا في الجواز ده يا عمر لو اتكسر الأمان وأنا ما حسيتش بالأمان باي باي حيل وقوي يعني إذن مش الفلوس خالص لا مش الفلوس يعني إمت لو جالك راجل سري عربي مش هتقبل إيه لو راجل أخلقه كويس ما قبلوش ليه دو هنا السؤال بقى لكن لو راجل معه فلوس وسري جدا جدا بس بيدربني بيهني بالضبط ما بيقدرنيش ما بيحترمنيش لا بالسلامة ما يلزمنيش مع كل لحظة الستة هتتضرب أنت مين أصلا كراجل عشان تضرب أنصة ضعيفة أنت كل اللي تحللتك بكلمة عشان تكون ما بينكم السند والدعم والمودة والرحمة ليه تمدي إيدك أصلا من البداية تبع أمراض نفسي بقى عقلت أه دي استحالة دي ما بتتعليكش الراجل اللي يضرب زوجة راجل معقد ولازم يواجه نفسه أنه هو راجل مريض أنا ما بديش إيده على زوجتي كذلك الست لازم تحترم نفسها في جزء معين أنها لا تتطاول ولا تتسلط إلى أن لا تبعد عن حتة الاعتذار وحتة الاحترام الاحترام إذا فقد من البيت اتدمر البيت تخليتي سمحت للي قدامك إنه يهينك كذلك الراجل راعي ربنا في مراتك زي ما هتراعي ربنا في بنتك أنت هتكبر في يوم من الأيام وهتكون راجل وقاعد في وسط رأس ورجالة وهتلاقي متقدم لك شاب عايز ياخد إيد بنتك أول حاجة هتبص عليها إيه بنتك هتقول لك ده بيشتغل ومعه فلوس وإنت هتدور بده بحكم الحياة هتبص في ده هتبص وبيشتغل إيه ومعه إيه ويقدر يصرف ولا لأ لكن أنت كأب بما يرضي ربنا هتلاقي نفسك ما بينك وبين نفسك الراجل ده شكله محترم ولا لأ شكله مترب ولا لأ عنده دين ولا لأ هيحمي بنتي من بعد ولا لأ ما هي البنت في بيت باباها نعمة لما تخرج من بيت باباها ممكن تتحول لكسر خاطر ومهانة وزل وخزلان وقلم ووجع وما تقدرش تنطأ ولا تقول لباباها خوفا من الخراب خوفا من أن باباها يكون راجل حساس يكون راجل عاطفي كان متعلق بيها وأكم من الأبهات اللي بيكونوا متعلقين حقيقي ببنتهم فبيبقى بالنسباله أن حد يهين بنته دي كأنه قصر قلبها وقصر خاطرها تمتخيل أن شعور أب بنته بتتهان ومش قادر يدفع عنها عشان بيتها ما يتخربش لا طبعا بس يعني يعني عارف يا دكتور عام لو دخلنا في الحتة دي حندخل في حتة كتير مكالكا لكن هي دي لوحدها أن أنا مبقاش مبسوطة في جوازي ده عدم أمان